صيف 2020 الكل يتساءل عن مصير العطلة الصيفية في ذل انتشار وباء كورونا والذي عطل عجلة الاقتصاد وشل القطع السياحي الذي بات أكبر المتضررين توفيق ميدون يملك وكالة سياحية بوهران لكنه اضطر لغلق مكتبه منذ مارس الماضي مع توقف الرحالات الجوية والبحرية لكن وبعد شهرين أصبح مصير الوكالة السياحية مجهولا الصيف 2020 سيكون قد يكون قد يدير برنامج حتى نسلنا إن شاء الله ولا ربما مع الوكالة السياحية بل أن نقدر أن نقوم بوهران هل أنني من الجوة ستكون هناك؟ هذا هو المشكل عدة عامل زادت من العباء المادية لهذه الوكالات خاصة فيما تعلق بتعويض الرحلات التي كانت مبرمجة قبل انتشار الفيروس وإن تبقى نافذة الأمل مفتوحة تنتظر عودة الحركية لقطع السياحة إلا أن برمجة عطلة هذا العام معلق بزوال هذا الوباء